بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل في هذه المحاضرة موضوع استاتيكا المواقع والموضوع ده بنبتدي فيه حاجة مهمة جدا اللي هم التطبيق مهمين على الكلام اللي احنا اخدناه في المحاضرات السابقة اول حاجة اللي هي عملية قياس الضغط البرشور ميجرمينت في حالة لما بيكون المواقع ساكن احنا بنعتمد في فكرتنا على استخدام اوزان الاعمدة في قياس فرق الضغط بين نقطتين وبالتالي بنقول عندنا اول حاجة بنقسها للضغط الجوي وده ده عادة بنقيسه بوسطة ميجرد باي ميركري بارومتر بنسمي الجهاز اللي بنقيس بالضغط الجوي اللي هو البارومتر اللي موجود في الشكل اللي قدامنا ده وده بنستخدم فيه الزئب قساء القياس وبضع انبوبة طويلة عندي بحيث انه عن طريق الـ HD بقدر احسب قيمة الضغط الجوي عايزك تاخد بالك انه لما بنيجي نختار سائل القياس اللي موجود عندي باختاره طبقا لنوع الضغط المتوقع فانا عندي الضغط الجوي المتوقع كبير فبختار سائل تقيل زي الزبق زبق الـ S بتاعته 13.6 يعني قد المية 13.6 اتقل من المية بهذا الكلم وانا لما بضع الانبوبة عندي هنا بلاقي انه ارتفاع عمود الزبق عندي 760 ملي متر يعني 76 سنتيمتر طيب انا لو حبيت استبدل على سبيل المثال سائل الزبق وحتى تسائل زي المية بحتاج انبوبة طولها 10 متر 33 سنتيمتر طبعا مش معقول في التطبيق وفي الحياة العملية ولذلك احنا دائما اول نقطة ناقب بالنا في استخدام الجهز القياس الضغط اللي هي المانومترز او البرومتر ان احنا من نختار نوع الفليوت طبقا لنوع الضغط المتوقع طبعا عندنا البي اتموسفيرة هتقدر تحسيه بعد كده اهو بيساوي اللي هي الجاما في اتش زي ما انتخذنا في المحاضرة فاتت الروب تبقى 13.6 من 10 رفع 10 قص 3 في 9.8 واحد في الاتش عندنا احاولي لبوينت 7.6 لا طلع لقيمة الضغط اللي انت عرفها من ايام درستك 1.1325 بسكال لنيوتن على متر سكوير يبقى في الحالة دي ده البرومترز اللي انا بستخدمه في قياس الضغط الجوي وقيمة الضغط الجوي اللي هي بكتوبها قدامنا 1.1325 نيوتن على متر سكوير او اللي احنا تقريبا اللي اسمنا على 10 قصة 5 بتديني البار واللي هي 1.013 بار تقريبا زي ما شوفنا الكلام اللي احنا كتبناه اول بيقتنس في بسة والقيمة دي وبنبتدنا نعوض ونطلع القيم زي ما شوفنا هذا الكلام يبقى احنا شوفنا اول حاجة عندنا وابسط شيء عندنا اللي هو المانومترز اللي موجود قدامنا احنا هنا بنبتدي نتكلم على المانومترز ايه هي المانومترز زي ما قلنا هي اجهزة قياس ضغط تستخدم اوزان الاعمدة في قياس فرق الضغط بين نقطتين ففكرة المانومترز بسيطة جدا واول نوع عندنا اللي هو اليوتيوب مانومتر المانومتر ده ابسط شيء عندنا وابرة عن نجوبة على شكل حرفي زي ما انت شاف الشاكل قدامك اوه ببتدي اعمل لها connection بالتانك اللي انا عايزة ايس في الضغط فبيبقى عندي حاجتين في السائل اللي موجود في التانك او الفليود اللي موجود في التانك والسائل اللي هو الفليود اللي انا هيس بيه اللي هو الاحمر اللي قدامنا ده ده بسميه يبقى ده اسمه measuring fluid ده الفليود اللي انا عايزة ايسه طيب احنا اولنا اول معلومة لما كنا بنتكلم على البرومتر ان انا استخدم سائل قياس صبخة لنوع الضغط المطاقة كذلك لما استخدمه مع سائل تاني يحصل عندي سطح فاصل ما يحصلش زوابان يبقى لازم اتكون عندي separation surface وبابتدي اعمل ايه الفكرة بتاعتنا ان بنقول ان جميع النقاط في مستوى اوفقي واحد وفي نفس السائل الواحد لها نفس قيمة الضغط طيب لما نيجي نبص عندنا هنا كده عند السطح الفاصل ده بجموع دولة الاثنين وعين في مستوى اوفقي واحد وفي نفس السائل الواحد اللي هو عندنا السائل اللي عندنا ده اللي هو بتاعة القياس يبقى بيرشر بي اثنين بيساوي بيرشر بي ثلاثة معناه انه مجموع الضغوط هنا بيساوي مجموع الضغوط هنا طيب مجموع الضغوط عبارة عن ايه قيمة البرشر في التانك ايه زائد ارتفاع وازد نعمول الفوض لو جم 1 اتش واحد بيساوي البي اتماسفير زائد جم 2 اتش 2 يبقى البي ايه بساوي بي اتماسفير زائد جم 2 اتش 2 و دي هتروح هناك تبقى ناقص G1H1 عايزك توقب لك من الملحوظتين هني الملحوظة الاولينية لو انا عندي المائع اللي هو في التانك ايه ده غاز بهم الوزن عمود الفلاوت يعني تبقى G1H1 دي بكامبه 0 يبقى انا عندي لو غاز بهم الوزن عمود الفلاوت الحاجة التادية لو انا حطيت قيمة الاتموسفيريك بريشر بالقيمة الحقيقية بتاعتها يبقى الناتج اللي يطلع هنا ابسوليوت لو انا حطيت قيمة بصفره ده معظم طريقنا اللي يطلع لي جيش وبعد كده لو حبيت احاوله ابسوليوت بحاوله الى ابسوليوت بريشر زي ما شوفنا اليوتيوب منومترز من الاجلس القياس البسيطة جدا و ده طبعا استخدماته بيبقى كتير انت ممكن تستخدمه في معمل تستخدمه في شركة تستخدمه في اي مكان فكرة بسيطة جدا ان جميع النقاط في مستوى افقي واحد وفي نفس السائل واحد ليها نفس قيمة الضغط وانه يتكون عندي سطح فاصل بنته في العيد ان شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة و شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة